أهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الأهل طول ما الأهل ما بيطالبش إلا بالنظام لا بيطالب لا بالمجاملة ولا بيطالب إن غيره يتظلم لكن بيطالب بالنظام وتكافؤ الفرص بين الجميع وإن يبقى فيه نظام يسود فيه قانون يحكم المسألة فيه لايح تطبق على الجميع فيه شفافية تكون واضحة للكل مش بهذا الشكل أبدا كنت قلت لكم في البداية إنه في طار الجهود الكبيرة اللي بتحدث لتطوير كرة القدم في النادي الآلي شركة الآلي لكرة القدم اللي رئيسها مش اللي قاعد جنبي استقبل وفد من ليفربول الإنجليزي خلينا نشوف الصورة للأستاذ أحمد حسام عوض وكابتن هانا رمزي وكابتن أمير توفيق مع اتنين من نادي ليفربول متخصصين في عملية السكاوتينج والكشف عن المواهب لليفربول إيه القصة؟ القصة أن أحمد عوض أنت تعرف حد في الشركة أكيد أحمد عوض الحقيقة له اتصالات إقليمية ودولية كويس فهو يعني مكسب كبير هو بيتابع التصفات الإفريقية عرف إن فيه وفد من ليفربول مجموعة جاية بتاعة قياسات وأحصاءات عشان تتابع البطولة بطولة أفريقيا للشمال أه أه طبعاً وترشح بناء على تقييم موضوعي وده أحد الاستراتيجيات والأهداف اللي إحنا حطناها في الشركة إزاي نعمل ده واللي حيكون مسؤول عن أحد مسؤولياته عن الإدارة اللي تبحها الإحصائيات والقياسات الكابتن هاني رمزي آه ناكس الكبير برضو آه وإحنا عشان نستفيد يعني بخبرات أمير توفيق دلوقتي معيناش مدير تنفيذي وهو قائم بأعمال المدير التنفيذي بالإضافة للشركة الآن يعني قلت له يتم استضافة الناس دي لنادي الأهلي تقوم برينستور تقوم برينستور مع بعض تشوفوا الناس دي شغالة إزاي وإحنا اللي إحنا نظام اللي إحنا عاملينه كافي وكويس نطمئنه ولا محتاجين نضيف حاجة ولا إيه الأجاهزة يعني يعني هي مسألة تبادل خبرات وهو مكان والناس جات قضة يوم جميل جدا طبعا بسطوا من اللي شافوه في النادي الأهلي وقالوا له انت رايبين جدا من نظامنا الاحترافي في ليفر بول واللي انتوا التخطيط اللي عاملينه يعني قريب جدا قلت هو بيقول لي قريب جدا قلت له لا يا هو يا إيه اللي نقصنا عشان نبقى هو قريب جدا يبقى فيه حتة أو معمولة بطريقة تانية عايز أعرف يعني أحمد شغال كويس جدا ومعه أمير وهاني وفيه لجنة بتتابع طبعا البطولة موجود مع نشطة موجود مشا يعني فيه مجموعة بتساعد في هذا الأمر لابتنشطة بتتابع طولة أفريقيا للشباب موجودة عندك استفيد بقى انك تتابع الكلام ده كله أنا عايز أقوله ان فيه عمل دقوب فيه وعايز توصل لنمازج الصح فالزيارة دي كانت مهمة جدا جدا أعقابها زيارة الاتحاد الأوروبي للأندريا كل ليه لابد من الاستفادة من التجارب دي والانصهار معها وتبادل الأراء ونشوف الناس دي ماشي ازاي ونطمئن على خطواتنا احنا كمان بس ده كلام مهم جدا في إطار تطوير منظومة كرة القدم في النادي موسيقى المترجم للقناة